اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ادر مازن الغرباوي بإدارة مسرح البلون دكتور عادة العبدو يمتعن بأكثر من عرض هذا العام في تكامل الحقيقة بكل العناصر أبدأ بسعبدو وألمص ايه الفشن ده ايه الصوت اللي جاي مش عارفة من اي كوكب هاي اليوائل هاي حقيقة ماروة ناجي شالت مسئولية ضخمة كان عندها ما شاء الله أغاني وصوت وحضور وتمثيل ودم خفيف كل ممثل حتى ما نساش ولا اي ممثل من العناصر الموجودة عمل جهد في مكانه في دوره وشال الحتة بتاعته الأزياء كانت مقنعة جدا تسريحات الشعر الرقص اللي كان يعني عاملين السينوغرافي لطيف الحقيقة مفيش غلطة كنت فرحانة على قد الإمكانيات اللي أنا عارفة انها مش إمكانيات الميوزيكل شو بتاعته نيويورك لكن عملوا اللي بيقدروا عليه المخرج مازن الغربوي تغلب على بعض النقص في الدكور مثلا بانه استخدم الخلفيات واستخدامها استخدام حلو قوي استخدم الأبعاد عشان يديني عمق ما بقاش قعدة كمشاهدة مخنوقة حاول يستخدم أكتر من وسيلة أحسن الدمج ما بين ناريشن وما بين اللي عملته أستاذتنا أستاذة ساميحة أيوب ما بين العرض المسرحي حيث أنا شفت عرض مسرحي كان تحية لمرتا جراهم في نيويورك واللي كانت ابتمل ناريشن لايزا منيلي فدايما لازم يكون في نجمة كبيرة هي اللي ترافق عمل كبير ألمز وسيعبدو الحمولي تميز بالألحان حبيت قوي انتقاء الألحان المزيكة والأشعار حبيت قوي الاختيارات مش بالسحل إنك تعرف تختار إيه وحسيت معرفش ليه رغم إنه هو يعني ينقل مادة علمية معروفة في المرحلة تاريخية من مصر لكن حسيت كأني في الأندلس حبيت الاختيارات الأندلسية كان في إبداع كان في حالة روحانية سيطرت على الصالة وحسيت معرفش ليه وحسيت معرفش كل مرة ما زن أنت إضافة لنا في الوسط الفني مبروك لمسرح البلون مبروك دكتور عادل عبدو ويلا بقى عايزين نعمل حاجة musical والقلب مش سالم والله 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 روحي وروحك حبايي من قبل دل عالم والله سهم الأغرام اللي صابنا من قبل ما نتقابل